السلام عليكم علش نكرهو المدير الناس بزاف نتلاقاهوهم تولتون ومبعد كي تهدر معاه سرار فريمون سرار باش نتلاقاهو وعد يقولكو المدير تعنا منيح علش الجزائريين يكرهو المدارع المدير عادة المشكل العادي اللي كونتروحو اي بلاصة في العالم تلقاوو باللي دايما الموظف والعامل عندو شوية حساسية من المدارع مدارع النرجسي المدارع اللي مارسو دغوطات كبيرة لكن احنا عندنا في تزير اذناء اشكالية متناقضة نلقاو ناس يكرهو المدير السراق يكرهو المدير الانتهازي يكرهو المدير اللي يخدم المصلحات تعوه هدي معليش هدي معقولة في نفس الوقت احيانا نلقاو نفس الناس يتبدل المدير ويجي مدير سيريو نازح وسيريو يكرهوه تقريبا بنفس المستوى وبعد الشعب اللي كانت تناقضة ليش كرهو لي ماشي منيح وكرهو لي منيح لالنصانسي اللي ماشي منيح باين السراق وماش امين وضي على المصلحة العامة معقول هدا تكرهوه وش مع انت مع انت انت اك حاب تغيير اك حاب تتسجم الامور اك حاب تتصلح اك حاب المؤسسات يكون عندها اداء منيح ويتبدل خدمة منيحة بصح هم باراليل نلقاو نفس الناس يجيهم مدير سيريو امين نازيه يبدأ يخدم سيريو يتقلقو ويبدو يقطعو فيه وما يخافش ربي وانسان هذا ماشي ماشي صافي وديرها بالعاني ودير اسكاره فينا ومعندوش الرحمة في قلبه دوك صافي صارنا تناقض اش كونه وش نحوسه وش مديرا نحوسه اذا كنا المدير السيريو اوكي ما عجبناش والمدير السيريو على ما عجبناش اه عخاش المدير السيريو يفسدنا النظام اللي نعايشين به في ضل فوضة والتسيب عادة المدير السيريو ما يقدرش يحكم صافي بش يقدر يسرق ويكون عنده تسيب وانتهاز يخدم مصلحة تاعه لازم يخلي الناس يتصرفوا يخلي الناس يفيسوا يخلي الناس يسرقوا على مستواهم يخلي الناس يخسروا على مستواهم باش ما يلتهوش به اطماتيك مون الناس كيولفوا الوضع هادة يولفوا التسيب يدخلوا وقتلي حبوه يخرجوا وقتلي حبوه ما يخدموش خدمتهم مناح ما يتحاسبوش يولفوا هاد النظام هاده يولفوا السيستام هاده من بعد كي يجي مو دير سيريه مناح وما كانوا حابين يجي واحد مناح سيريه اه نازيه وش حيدير لازمين حلوم الكوتي تاع الفساد هاده ومولفوه وتبرمجو عليه ولو جزء بحياتهم وتلدو به داقوه استبنو انو انو انسان يدخل وقتلي الحب يخرج وقتلي الحب انو انسان يقدر ما يجيش كوما مسيان بورتو خلينا ملم يدوم المؤسسات ويستغلها المصرحات تاعو شخصية صافي ما اعجبوهم هاده ما اعجبوهم هاده مشكل عم حابين تغيير صح ما مش حابين يدفعوا تكلفات هالتغيير عم حابين يكونوا مناح ومصح باش يكونوا مناح متعيبة لازم يتنازلو على بزف اخلاقيات كانوا عايشين بها ووالفوها ودقوها ما كانش لازم يدوقوها صافي صارنا تناقض فالحالة هاده يبدو يفكروا مش كل موديل المناح وش الموديل اللي يناسبناه وبعد يسحقوه موديل وليد فاميليا مع انتا ماش يتسراق ماش يتسراق ماش يتسراق ماش خداع آمين داكر ما يبسعو شنو مطلوق ما انتا شغول يسحقوه موديل يخليلهم يديرو وش يحبوه ما بصح الموديل هاده وش لازم يكون لازم هو ما يداش لافار هو ما يسرقس لازم هو ما يستفاش من المؤسسات باش يقولوا عليها الله يبارك الموديل ماشا الله وليد فاميليا يخاف ربي ايه مسعو شو المطلوب انه ما يخافش ربي فينا المطلوب انه ما يطبقش الاخلاق تعو علينا احنا لازم يتعمل معنا بالسوسيال لازم يتفهمنا ويتفهم ظروفنا وبتالي يخلينا نخدمه قيس الخلصة شتوه العقلية والرأيه وهنا اكبر خطر تعال المدارع اكبر تهديد المدارع هو تقفت السوسيال كي يطحوا معناس خدامين وناس مستخدامين موظفين والفوا السوسيال والفوا الاتكالية والفوا ما ينضبطوش ما والفوش بالانضبار هادو صعيب لانو يولي سيستام مبني ادك السيستام يمشي وحده غير يجي موديري حبي طب قوي يلقى مقاومة كبيرة علاش الناس والفت وبعد كما يقولوا له قد وجدنا اباءنا على امه حنا المؤسسة بكيتمشي اقدر غير انتك تديرنا في البدعة اكتفست فينا اكتفست في المؤسسة وعلاش انت خير من الاخرين ما مبكري الاخرين يخلونا يسعفونا يسعفونا اه يصار المشكل يولي نسحقه مودير ماشي يسراق هو ما لازمش يسفد من المنصب ويخلونا احنا يا نديرو راينا خلونا باش نقولوا عليه وليتفاميليا والله غير ما شاء الله وهذا ليه صغير اليوم تلقى استادة في الجامعة يمدلينوت يمدلينوت للطلبة بغير وجه استحقاق يباصيهم وش يقولوا عليه الطلبة اه الله يبارك والله استادة ادك ويد فاميليا ما شاء الله استادة اده الله يبارك اه وهو راو يقادي فيهم ويدر فيهم لكن هم يسحقوا نجاح مخشوش ما عليش امقابلين من نجاح مخشوش نفس الشي الموظف في المستخدم وش يحب العامل يحب اطلق له خليه حطوه عالاز حطوه عالاز ما تطبقش عليه القانون لو كان تطبق عليه القانون ينضر يضيعوا بزاف المصالح تاعو يحب يحسو رحو بالله ما وش تحت الضغط ما وش مراقب اه ما يحبش يحس بالله عنده وتكلفه لو كان يتمرد على العامل وهذا لو صاير ناضوك المدير السراق ما نحبوش على خاطر ش هو سراق ويسفاد المصلحته الشخصية ايه والمدير ولي هو يشامي لها بناتنا الخدام السيريو ما نحبوش عقادش يخدمنا وبالتالي وش أنا حابين ماناش حابين تتسقم ايه ماناش حابين تتسقم لو كان قبلو بلي يطبق القانون ماشي هو مناح ولا ماشي مناح المطلوب ما يمناش حياته الشخصية المدير ما يمناش هو وليد فاميليا ماشي وليد فاميليا هو مناح معه دارهم مزوج ماشي مزوج هو بار الوليدي هدو بقى خاطئنا نسحقه مدير يطبق القوانين كي يطبق القوانين وش يديد راح من نظام اللي التبنات عليها المنظومة المؤسسة لازم يمشي يمشي بالقوانين هذيك باش خيروا القوانين هذيك هي الأسلم وبالتالي احنا نحبو تعطي للقوانين ومعتكي نعطي للقوانين شصرا ندخلو للسوسيال فالسوسيال يقول لي عندنا فضاء مفتوح البن مفتوح نقول لي قفازتنا تتبدي القفازة لكن داخل المنظومة القانونية كانت القفازة مربوطة بالتأهيل بناء على القانون كينو خرجوا من القانون راحوا السوسيال يتبدل الترتيب يتبدل الترتيب كلية يقولوا عندنا قاعدنا لإمام شانس بناء على مهارة وحد أخرى ماشي اللي يطلبوها في القانون باتالا شكون يقدر يدين الكلون شكون يقدر يدين الناميمة شكون يقدر يبنيش شبكتاء العلاقات باش يقول لي يحكي في المؤسسة ويقطر اكتر شكون اللي عنده أسلار اكتر هاو الحاجة لدارتنا على هادي دايما نتلقوا المدير احنا ماشي حكودو كالمدير الانرجيسي وغيرو خلينا كين مضارع اللي عندهم دي ديفو نحكو عليهم هادو ما لعنه عنده اخلاقيات بالمنصف في حداته لكن احنا كجزائريين اسكوا قدرنا قدرنا نخيرو بين هاد النموذجين اذا كنا ما نحبوش المودية السراق المتسيب الانتهازي علش نحبو مدير وديد فاميليا بسرح خلينا نديرو الأخطاع ونخرجوه على المنظومة القانونية وما نلتزموش بالاخلاقيات تعلمينا اشتركوا في القناة